السلام عليكم و اهلا بكم في عالم امين حبيبي يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل 5 لتر من الصابون السايل باقل امكانيات صابون زي ما احنا شايفين كده بجد ممتاز جدا ان شاء الله يعجبكم هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع قائمة كل المنظفات اللي عملناها في القناة واللهلوبة اللي بيسأل على اللهلوبة و جميع والكلور الجل و كل انواع المنظفات ان شاء الله في صندوق الوصفة سيب لكم اللينك و في التعليق المثبت الاول مني تحت الفيديو صابون ممتاز و ان شاء الله انا تكته هيلة جدا هتخسلي منه سجادة هتخسلي مشاية هتلمعي السيراميك الارديات الحمام لكل شي انا بستخدمه لان بجد يعني مكوناته رهيبة في التنظيف بتنظفي بيه اي حاجة عندي لتر من المية هدوب فيه 3 معالق كبار من النشا بالشكل ده وقلب كويس جدا علشان النشا تدوب معي وهي النشا بتدوب بكل سهولة اصلا ما تنسليش حبايبي في دعم القناة قول الكل حبايبك وقرايبك على القناة و اعمليلي لايك للفيديو انا بجد بتعب في الفيديوهات جدا اه يا رب ارسبوني ان شاء الله يعجبكم و تحطوا لي اعجاب بالفيديو انا كده بدوب النشا احط معلقتين من الكربوناتو معلقتين كبار زي ما احنا شايفين من الكربوناتو واقلب كويس جدا كل مكون هنحطه طول ما انت بتعملي منظفات لازم تقلبي كويس قوي كل مكون هتحطيه هتقلبي وتدوي بيه لوحده اتنين معلقة كبيرة من ملح اللمون ملح اللمون سهل ان انت تجيبيه من عند العطار متوفر جدا او عندي بتاع المنظفات كمان متوفر جدا باتنين تلاتة جنيه هيكون عندك كتير في الكيس تاخذي منه وتعملي المنظفات بتاعتك ومالح اللمون مفيش جنا عنه في البيت لكل حاجة بيخلي الالمونيا زي الفل وده مكون من المكونات مع الكربوناتو بيكون لي ماده هيلة للتنظيف بالشكل ده كده انا حصل الفوران خلاص واندمجوا مع بعض وقلبت كويس ابتدي بقى بعيدهم دلوقتي واجيب اه حاجة فاضية وادوب فيها بقيت المكونات اجيب بقى كوباية كده نص كوباية من المياه احط فيها ثلاث معالق كبار من البتاص اللي هو الكنتور السودة الكوي زي ما حطيت ثلاث معالق من النشا بحط قدامهم ثلاث معالق بحط ثلاث معالق من البتاص يعني على قد عدد معالق النشا على قد عدد معالق البتاص بالشكل ده وقلب كويس جدا جدا لغاية اما البتاص يدوب معايا اللي هو السودة الكوية اسمه الكنتور في بعض البليد هقلب البتاص كويس وعلى فكرة حبيبتي اللي قالت لي طب البتاص ده مادة حرقة ازاي ان هو بنحطه في المنظفات اللي بنستخدمها بادينا بقول لها مفيش مشكلة خالص لان ده بيتفاعل مع المكونات وبيكون لي مادة سابونية بتكون امينة جدا على الايد وبعدين احنا هنا بنحط النشا النشا وبقيت المكونات دي بتتعادل مع البتاص او السودة الكوية فما بتكونش ليها اي تأثير خالص على الايدين وزي ما احنا بنجرب في الفيديوهات وبنشوف ان احنا بنستخدم السابون في نفس الوقت بادينا عادي فيش اي مشكلة وحضراتكم شايفين ايداية يعني عادي وطبيعية ومش متأثرة باي حاجة الحمدلله الحمدلله بعد كده ببتدي اضيف طبعا بقلب النشا تاني الاول لانها لما بحطها بترقد يعني بتدخن تاني مني انتو عارفين بقال التقليد بتاع النشا وبعد كده بحط البتاص اللي انا مدوباه في نص كباية من المياه وبقلب كويس جدا لغاية ما يتكون معايا جل بالشكل ده يبقى عشان اعمل التكسابون انا كده عملت التكسابون طبيعي بايدي في البيت ولا اشتريته ولا ضغطه عبال ما اشتريه لان التكسابون ده يعني ممكن متعرفيش تكديم بتاع المنظفات فيه بتوع منظفات كتير قوي ما بيردوش يبعوه لان ده رأس ملهم اصلا اللي بيشتغلوا بيه احنا عملنا بأدينا في البيت بباليش من نشا وتكم معلقة من البتاص بتكونت تكسابون يعني سهل جدا وزي ما انتو شايفين بقى جل معايا وهو ده اللي بيستخدم في جميع انواع المنظفات جميع انواع المنظفات والسابون وكل شيء ده اساس المادة الخام بتاع السابون التكسابون بالشكل ده طبعا هزاوب بقى ميا اخر الميا خالص اللي بيزودها بعد ما بخلص السابون بيكون تكون معايا خمسة لتر وكده كفاية قوي ولما يخلصوا معاك تبتدي تعملي كمية تاني علشان دي حاجات طبيعية ويبقاش فيها مواد حافظة احنا ايه ما نخليهاش عندنا كتير وتبوز تعمل لنا قلق في المطبخ فاعملي على قد استخدامك مثلا للشهر عندي كمان كبايتين من السابون عاملينه هنا في عالم اماني السابون ده زي ما احنا شايفين كده ولا فاصل ولا اي حاجة شايفين القوام بتاع السابون هحط منه كبايتين اهو كباية تاني شايفين القوام ده ولا فاصل ولا تغير لون ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين حاجة في منتهى الروا وهقلب كويس جدا جدا بتكسبون ده بتقدر ان انت تحطي عليه اي شي انت عايزة تعملي اي منظف يعني دلوقتي انا بعمل سابون سايل بضيف له سابون سايل مثلا بتعملي انا حطيت كبايتين من الديتول ما تستغربوش ده ديتول سايب انا جايباه رخيص جدا ما بيكلفنش حاجة بس عشان يعقملي السابون بتاعي وعلى فكرة بيتفاعل مع المكونات ويبقاش لي اي ريحة خالص في المواعين ريحة الديتول انا بحبها بحس ان هي بصراحة في الوقت اللي احنا فيه ده والامراض وكده بيبقى معايا سابون معاكم عشان لو عملت بيه السراميك عملت بيه الارضيات عملت بيه الحمام استخدموا لكل حاجة ما بيقصرش يعني بصراحة بيبقى تحفة جدا معايا في البيت بقولكو احنا بنعمل سابون النهاردة غير عادي سابون معاكم سابون بينظفلي وبيعقملي كل شيء في البيت جبت حاجة واسعة بالشكل ده نقلت الطبع عشان الكمية طبعا كل ما بزود الكمية بتكتر معايا فانا جبت حاجة اقلب براحتي كده انا حطيت الديتول اللون مش عاجبني طبعا تقدر تستغني عن اللون خالص ما فيش مشكلة طبعا دي حاجة جمالية بتفرحني انا وانا بعمل حاجتي في المب معايا عندي لون احمر ده لون تعم بتشتريه عادي من عند العطار باتنين جنيه يغرقلك الدنيا وهيعملك كذا مرة سابون واللون طبعا اللي بيعجبك بتحطيه زي بتوع المنظفات اللي في الشارع اللي احنا بنشتري منهم طبعا بيبقوا حطيني اللون ده ده اساسي عندهم عشان كاي بتشوف السابون احمر واخدر وازرق وجميع الالوان وصفر ده بيبقى لون طبعا زي ما احنا شايفين كده فعلا السابون بقى شكله جميل قوي يداني لون جميل سامحوني على صوتي عندي برد تعرفين بقى الجو ايه الجمال ده اللي انا عملته ده تسلم ايديا حلوة قوي بجد والله انا بفرح قوي لما بعمل حاجه بقى ده شايفين السابون وجماله ايه الحلاوة دي شايفين القوام والله يا جماع حاجه يعني ما كلفتنيش انا كل حاجتي كانت عندي كل حاجتي كانت مفيش حد بيشتريش كاربوناتو بنحتاجه كتير